التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية حيث أثنى رئيس السيسي على انضباط طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وحرصهم على تطوير مهاراتهم وبذل قصار جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم مؤكدا على التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة الأمنية لتوفير التدريب المتكامل والمناسب وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء المتقدمين للوظائف العامة بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هنأه خلال أهاب فوزه بالانتخابات الرئاسية بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية وأعرب الرئيس السيسي خلال برقية التهنئة عن أمنياته للرئيس الإيراني الجديد بالتوفيق في مهامه معربا عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة بتكليفه بهذه الحكومة الجديدة وخلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبر مدبولي أن تكليفه بتشكيل الحكومة يحمله المزيد من المسئولية الوطنية التي يجب أن يحرص عليها كل مسئول في هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية بالدولة وجدد مدبولي العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات المواطن موضحا أن برنامج عمل حكومته اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني أكد مصدر رفيع المستوى وصول وفد أمريكي برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للقاهرة للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة وأوضح المصدر أن هناك نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هذا وأكد المصدر أنه من المتوقع أصول وفد إسرائيلي يضم مسؤولين من كافة الأجهزة المعنية إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات التهديئة بقطاع غزة أكدت حركة حماس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو يضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار وسط محادثات مستمرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وضعت الحركة في بيان لها الوسطاء إلى التدخل لوضع حد لألعاب نتنياهو وجرائبه في الأثناء تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد بتقديم شبكة أمان لرئيس الوزراء بنيمي نتنياهو في حال تمت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس وذلك شريطة استقالة وزير الأمن القومي إتمار بن جفير ووزير المالية بيتسل إيل سمورتريتش استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بسقوط عدد من الشهداء والمصابين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة واستهدف قصف المدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفاح الفلسطينية بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة كما أكبر جيش الاحتلال التواقم الطبية في المستشفى المعمداني على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات تبدأ اليوم أعمال قمة حلف شمال الأطلنطي في العاصمة الأمريكية واشنطن في قمة تاريخية تحتفل بمرور 75 عاما على تأسيس الحلف تتصدر أجندة القمة الأزمة الأوكرانية وتأثير احتمال فوز الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب لانتخابات الرئيسية الأمريكية على الحلف انتهى مجزو التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل